يستعد هؤلاء الصيادون التقليديون لبدء رحلة بحرية نحو العماق هذه المرة تتم العدة لتموين السفن الكبيرة التي توجد في المياه الإقليمية الوطنية يتطلب الأمر التأكد من سلامة القوارب وطبيعة وحجم المؤن التي سيتم نقلها على متن الرحلة تتمثل المؤن عادة في المياه والوقود وبعض الآلات والمعدات التي يحتاجها الصيادون أثناء هذا النوع من الرحلات ونمشي مارا عيال مدى نعزب عيال مدى 20 يوم عيال مدى 15 يوم وانا نشغلها لسيري لليش برشي لنجري اللي بواي نكتب لي اسمي ستوم مشي ما سيفين جاي صار مولي سيفين ينبع علي وفو وانا نرجع نعدل الحساب نكبه وفوته خارق الوحدات يمشي وحوته ومشي نقاله الخيط يمشي اليوم ونقعد في السادة الدحميس يجي جايب يجي بنوع من الحوت ينقاله لفري هذا مولي كان لفري خارق مشي نقاله ببولبل خارقين وحدين يبش وشي نقاله ببش للنهار يمشي مولي مولي السيفين يطلع لك تطلع منه ببولبل شي قريب وقيام جايبي وهذا الحوت اللي هو تسبوع والله هنين عادي ينقاله غلاسية هذا هو إشكال العمل في الصيد التقليدي وعلى بعد عشرات الأميال تتوقف الرحلة لتبدأ محطة أخرى من يوميات الصيادين تعرف في قاموس الصيد بالعزيب وهي محطة تتجمع فيها السفن ويتم خلالها الاستياد المكثف طيلة الفترة الزمنية المحددة من طرف أرباب السفن في ظروف قد لا تختلف كثيراً عن ما ألفه هؤلاء خارج البحر فهذه السفن توفر جواً مناسباً للراحة وممارسة الصيد من خلال توفرها على عدد من الخصائص والمميزات الفنية واللوجستية العزيب هو اللي تنقال المارة حد يمضي سبع تيام يمضي ثمن تيام يمضي عشر تيام وفي واحدين يمضي خمسة عشر يوم وعيات ما اللي لنمشوا الحوت عيات ما اللي لنمشوا بين غلاسنا مقضو ودماء الخالق والله نظلوا نشتغلوا نعود في الليل السابعة والله ذاك اللي نصيب يقيم وعد نصيبوا اللي مجمعين البحر يعدلوا حوتهم وخيطوا آنصاتهم إذا عاد عندهم شيئا عدلوا مع الصباح عدوا جاهزين وحالتهم عدوا جاهزين وتسهم هذه القوارب الصغيرة التي تشكل مصدر دخل للآلاف من الصيادين التقليديين في تسهيل حركة التنقل داخل البحر ومد السفن الكبيرة بالمؤن والحاجيات الضرورية عبدالدود السدنة الموريتانية مدينة نوذيب